اقدم مجهولون على تنفيذ جريمة طعن لشاب بمدينة تعز الخضعة لسيطرة ميليشيات الاخوان وقالت مصادر ان ثلاثة ملثمين يستقلون دراجة نارية قاموا بالاعتداء على الشاب تركي حسين شائع محمد البالغ من العمر 19 عاما مشيرة الى انه يسكن منطقة بيرباشا بالحصب واشارت الى ان الملثمين الذين تمكنوا من الهرب تسببوا في نقل الشاب الى المستشفى او الى مستشفى الثورة في حالة صحية خطيرة بعد توجيه عدة طعنات له